اشتركوا في القناة قرار الفتح ديال الحدود يرجع لنا بطريقة سلبية كيفاش نحن كما يعرف الجميع بأن القطاع عنده مديونية اللي هي تقيلة يعني المركبات اللي متراكمة وهي اللي يعني بدون صيانة والمديونة ديالها اللي كتقل يعني سنة بعد سنة وشهر بعد شهر احنا اللي بغينا من الحكومة او الناس المسؤولين باش هذا المخطط الاستيعجال اللي جات به الحكومة المؤخرا يتفعل الارض واقع وخاصة يعني تفعل بطريقة اللي هي يعني باينة يعني المؤسسات اللي رأي اليوم كين مؤسسات ديال الائتمان اللي كي يطالبوا النقالة ديالنا بسداد ما بدمتهم او كينين لوكلات النقل السياحي اللي دخلت معه اللي يعني دخلوها يعني المحاكيمة اللي عندها قضايا ديال الحكم اللي حكام القاضائية حنا بغينا تكون واحد الرؤية في القطاع السياحي لان اليوم عندنا مشكل ديال ديال عدم تقى ديال الزبنة هذا مشكل اللي هو كبير وحنا بغينا تكون المتابعة من وزارات السياحة ومن يعني من اللاس ميت من اللوين امتة من مكتب الوطني السياحة هاد الناس خصهم يعاودوا يديروا يعني ديزاكسون برموشيونيل الوجهات السياحية ديال البلاد سواء قدير فاس مراكش كل شي واشنطيني باش يعاودوا يعني يرجعوا اتقى للسائح ويرجعوا لالوجهة ديال المغرب عامة اطر التي خلفها هذا الاغلاق فهو خلف خسائر خسائر فادحة حيث انه حيث ان الفنادق بمجملها كانت شبه فارغة يعني طول مدة الاغلاق نتمنى ان يكون هذا الخبر مساهما في اعادة تقى للزبون واعادة تقى كذلك لواكرة الاصفار التي بدأت بالفعل يعني بدأت في فقدان التقى في وجهتنا يعني عملنا كبذاية سوف ينكب على اعادة تقى لزبنائنا ثم يعني من خلال المعطية الاول التي التي توصل بها من واكرة الاصفار التي تعمل على الترويج لويشة اقادير فان من المحتمل ان تكون فرنسا من بين ان يكون الزبناء الفرنسيين من بين الزبناء الذين سوف نستهل بهم هذا الافتتاح خاصة في الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني من شهر فبراير غير ان الاسواق الاخرى يبدو انها سوف تأخذ بعض الوقت خاصة السوق البلجيكية التي تتحدث عن اعادة يعني اعادة بدء الرحلاتها ابتداء من شهر يونيو اما السوق البولندية والسوق لوكسنبورغ فانهم سوف يبدأون في شهر مارس نتمنى ان تكون اجراءات الدخول للمملكة ملائمة ومشجعة كذلك لزبنائنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة